اجمعوا 3 على 10 زائد 7 على 100 اوقفوا الفيديو وحاولوا ايجاد الناتج بانفسكم وسأعطيكم تلميحا واحدا يصعب جمع الكسرين وهما على هذه الصورة لانهما كسران مختلفان بمقامين مختلفين حاولوا ان تعيدوا كتابة 3 على 10 بحيث يصبح المقام 100 ثم حاولوا جمع الكسرين معا حتى يصبح الحل اسهل حاولوا ان تتخيلوا قيمة 3 على 10 هذا الشكل يمثل واحدا صحيحا وهذا الشكل ايضا الشكل هنا مقسم الى عشرة اجزاء واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ثلاثة على عشرة هي ثلاث اجزاء من عشرة اي عليكم ان تضللوا ثلاثة من هذه الاجزاء واحد اثنان ثلاثة ماذا يحدث اذا قسمتم كل جزء من الاجزاء العشرة الى عشرة اجزاء يصبح لديكم اجزاء من 100 اي كل جزء يمثل جزء من 100 عشرة ضرب عشرة يساوي 100 ثلاثة على عشرة تساوي كم جزء من 100 كل جزء من عشرة هنا اصبح عشرة ولديكم ثلاثة منها هذه عشرة عشرون ثلاثون جزء من 100 هذه الاجزاء الثلاثة هنا تساوي ثلاثة ضرب عشرة ويساوي ثلاثون حتى تغير المقام تضربونه في عشرة وتضربون البسطة ايضا في نفس العدد ثلاثة اجزاء من عشرة تساوي ثلاثون جزء من 100 ثلاثة على عشرة يساوي ثلاثون على مئة ثم تجمعون هذا الكسر مع سبعة على مئة يصبح لديكم في الناتج ثلاثون زائد سبعة على مئة ويساوي سبع وثلاثون على مئة يمكنكم تضليل السبع اجزاء من مئة التي اضفتموها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هذا الجزء يمثل سبعة اجزاء من مئة وثلاثون جزءا من مئة زائد سبعة اجزاء من مئة ويساوي سبع وثلاثون جزءا من مئة أي سبع وثلاثون على مئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر